لم تأتي زيارة رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن كما تشتهي الأحزاب الموالية لإيران في العراق فالأخيرة كانت تعقد الآمال على وضع ملف انسحاب القوات الأمريكية على طاولة ترامب وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف الكاظمي قالها وبوضوح إن العراق بحاجة ماسة لتعزيز شراكته الأمنية مع الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش ومن وصفهم بالمتمردين مثلما الحال بالنسبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والإبقاء على علاقة متكافئة مع واشنطن وطهران واكتفى الكاظمي بالتأكيد على وجود اتفاق مع إدارة ترامب يقضي باختيار فريق فني لإيجاد آلية مناسبة لإعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق وهو ما أعلنه التحالف الدولي أصلا في وقت سابق من العام الجاري الحال نفسه بالنسبة لترامب الذي لم يحدد أي جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من العراق باستثناء وعود بانسحاب مشروط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما لم يرق لمسامع الأحزاب الموالية لإيران وعلى رأسها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي أكد أن أي اتفاق يعقده الكاظمي مع واشنطن يبرر استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق لسنوات أخرى يعد غير قانوني وسيسأل عنه الكاظمي في البرلمان وعلى ضوء ما سبق فإن برلمانيين حاليين حذروا من أزمات سياسية وأمنية قادمة ستكون بانتظار الكاظمي بسبب رفض نتائج الزيارة من قبل بعض الأحزاب وميليشياتها المسلحة متوقعين تصعيدا عسكريا أوسع ضد المصالح الأمريكية في الفترة المقبلة بجانب الكثير من الخلافات السياسية التي تلوح في الأفق وفق لمراقبين بين مؤيد ومعارض لما أجراه الكاظمي من اتفاقات موسعة مع الرئيس ترامب من شأنها أن تفجر مواجهة مباشرة بين السلطات الحكومية المدعومة أمريكيا من جهة وأحزاب السلطة الموالية لإيران من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر